موسيقى نيجي بقى في الحلقة دي عايزين نعمل كنترول على الورتكس وبعد كده أضيف كمان جزء الى نقدمجه مع الـ Editable Spline اللي عملته أول حاجة هاجي هنا زوم ان كليك عليه قولنا ده الورتكس عندي هنا دلوقتي لو جيت على أي بوينت وليكن بوينت ديت دلوقتي لو دست على الـ X دوت طبعا هدوس على الـ Ctrl و Shift و X عشان نشوف الجزمو بتاعته بتاعته الـ Transform هنا في الحالة دي أنا بحرقه في أي X يعني زي ما تشايف أنا هنا تقيبا مش بحرقه في الـ X Y يعني عينك هنا زوم ان بالشكل دوت عشان تفهم أنا بعمل ايه ارجع تاني أنا هنا تقيبا بحرقه في حاجة تاني خالص يعني أنا بحرقه في X تاني طب قفة ده أنا عايز حرقه فقط في الـ Y مش في الـ X ان هنا اللي أنا بعمله دلوقتي أنا بحرقه فقط في الـ X في الحالة دي لو فاكر لو جينا دوسنا هنا Right Click من المكان الـ .d او هنا عندي كان فيه ممكن اعمل Activate للـ Axis Constraint او الـ Axis Constraint اللي هي تلك عليها الـ XYZ واضح ان هو معمول لوق على الـ X هاتوا بس في أي مكان هنا بس عشان مبقاش زحمة قدم هوا في الـ X هنا اكتف يبنى كده اللي أنا بعمله بيكون في الـ X طب عايز يكون في الـ Y كليك على الـ Y والشركات بتاعك هنا F5 F6 F7 وبعد كده أي اتنين مع بعض منهم يتغير بينهم فلو دوست على الـ X كده بيعمل Transform طبعا ممكن اخفي الجزم ودية ان هي قدامي دوس على Control والShift والـ X دلوقتي الـ X بس هو اللي بعمل فيه الـ Control بتاع الـ Vertex ديت طب لو دوست على الـ Y كده هعمله فقط في الـ Y ما عندش أي option تاني طب لو دوست على الـ Z وهكذا طب دوس هنا بقى على الـ X Y دوس على F8 اول حاجة كده انت بتعمله في الـ X Y فده بيديك الـ Control انت بتعمل الـ Control بتاعك او الترانسفورم في أي سبيس سوى X Y Z او واحد منهم او واحد مع الثاني طبعا ده بيكون بالـ F8 او دوس عليها بالكيبورد بيديك الـ 2-axis مع بعض او 2-axis مع بعض بالطريقة دي فده بيديك الـ Control على الجزم وانت بتعمل الترانسفورم على الـ Vertex ازاي وبأي طريقة تاني بادوس على رائد كده هنا مثلا بيديك عندك الـ Tools bar عندك اللي هو الـ Axie او الـ Axis Constraint هاته في أي مكان تريزه بعد كده اتكلم معاك عن حاجة تانية هاجي هنا وليكن عايز اكمل دوت لائن يعني عايز أدنج لائن تاني هاجي هنا عند الـ Create وانا زي ما انا في الـ Shape هاجي في الـ Spline وهدوس على الـ Line هاجي هنا من اي مكان خلي بالك بقى اسلوب التعامل مع الـ Line اول Point بتكون Vertex او Point انا مش دايس Drag كده تاني Point هتكون Straight Line ولو عايز اعمل اي Curve هدوس ودراج او Hold على الـ Click بشكل دوت بعمل الـ Curve سيب عملت كده الـ Curve ثاني عملت Point عايز اعمل Curve ودراج بديك الكيرف اللي انت عايزه بدي كلها Option عندك تمام؟ دوس Right Click بالشكل دوت يبقى Point مع التانية يبقى Click مع التاني عايز اعمل Curve بقى دوس دراج وممشي بالماوس طبعا لدي هنا حتة فضير ودوت Editable Spline يبقى عايز اعمل كده يبقى بديو Select على الـ Object كليك على Editable Spline عندك من الـ Parameter من الـ Modify فيه عندك هنا الـ Attach كليك على الـ Attach من هنا وهات الجديد يدخل فيه القديم وبعد كده زوم إن بشكل دوت لسه مش مدموج مع بعضه طبعا ممكن واحد ينزل تحت هنا يعضي Graph الـ Parameters هيلاقي في حاجة اسمها Automatic Welding تمام؟ ويخليها قيمة قليلة واحد او واحد من عشرة سنتي تمام؟ بعد كده هيجي هنا بشكل دوت على الـ Point Diet حاول بس تدوس على الـ Vertex هتاخد بالك المفروض المسافة دي برض قليلة قوي يعني هتخليها حتى سنتي باللوجك كده هات الـ Point D خليها Transform تقرب من هنا اول حاجة انا لسه شغال في الـ X Y او اي مكان فهدوس ثاني على الـ Axie عشان اتأكد ان انا شغال مع الحلة اللي هنا اللي هي بتكون X Y فهدوس على F8 هات الـ X Y وعندي هناك التخاف اللي هو الجزم بتاع ترانسفوميشن عندك قولنا Shortcut, Control, Shift و X دلوقتي بقى ده مش عايزة ممكن نغفية مش مشكلة دلوقتي بقى هات الـ Point Diet و هاتها مفروض المسافة ديه أقل من سنتي ليه ما عملش أوت الويلدينج مش مشكلة ممكن نستغنى عن الجزء ده اساساً بستوكتاني خالص اللي هو احنا اشتغلنا بقى بكده الـ Snap فهدوس على الـ S من هنا لو فاكل اللي هو الـ Snap أهو بس الـ Snap في الحالة دي بيكون للـ Grid يبقى هايجي Right Click من هنا وخليه ليه الـ Vertex هو بيكون الـ Standard Grid دلوقتي بقى هو Active ادوس على الـ S هات D وهاته على هنا بس كده بقى مدموج مع بعض عندي دوت X و مكسوم الـ Origin و مكامل كده لو فاكل عايزين نعمله خط واحد كنا بندوس Right Click وبنيجي هنا عندي الـ BZ فقط مش الـ BZ Corner Click بشكل دوت بقى Point بشكل دوت هات بقى الـ X بتاعك قلل و زوده اعمل فيه اللي انت عايزه بشكل دوت يبقى انت هكده عرفت ازاي ممكن تضيف اي او تعمل Attach وازاي تضيف حاجة الـ Retable والأكون Spline وازاي تدمج عندك Points مع التانية اشتركوا في القناة